اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الدستور واللي المفاد متاعها هو يعني مرحلة انتقالية والتحذير للانتخابات الرئاسية هذه المرحلة الانتقالية اللي كانوا في وقت غير بعيد كانوا رفضينها لما كانت الناس تدعو لتنظيم مرحلة انتقالية من اجل تسليم السلطة في اطر قانونية كانوا رفضينها الان هم راهم استخدموها بطريقة واحدة اخرى في وقت سابق لما كنا نتحدث على المرض ان تعبوت في اللقاء كانوا الناس يتهمونا من اننا دعاة فتنة الان وعلى لسان واحد من اركان هذا النظام في الوقت الحالي الان راكم صرتوا تسمعوا من انه راهم بطريقة مريض وعاجز مش مريض عاجز كنا نتحدثوا في هذا الموضوع في العهدة الثالثة مش في العهدة الرابعة في العهدة الثالثة كنا نقول لكم باللي راهوا بطريقة راهوا مريض وما راهوا شو اللي راهوا يسير في الحكم وان ما راه فيه جهاز راهوا يسير في الحكم كانوا في تلك المرحلة كانوا يعتبروا هذا الناس دعاة انتع فتنة ودعاة انتع فرقة الان صاروا هم بالذات يتحتوا على العجز انتع بطريقة لماذا؟ الآن نتحدثكم على القضية هذه انتع مياء واثنين من الدستور ليس من الجنب انتعها القانوني وانما من خلال استخدام هذه المادة سياسيا كاين بعض الناس اللي كانوا في وقت سابق يناديوا بها الان راهما رفضينها لماذا؟ وكاين بعض من الناس اللي كانوا رفضينها لماذا الان راهما قابلينها؟ على جلب اشتفهموا هذه القضية من الناحية السياسية أنا كما قلت لكم أنا لست رجل قانون راهما كان الناس اللي مختصين في هذا المجال إذن هما الآن راهما اعلنوا العجز انتعبوا تفليقة بالتالي الكلام اللي كنا نقولوا فيه منذ سنوات الآن راكم صرتوا تشوفوا فيه رأي العين مراناش كنا نكذبوا عليكم كنا ننقلوكم فقط في الواقع دون تزييف ذرق كاين ناس اللي راهم ذرقهما يطالبوا كانوا يطالبوا باستخدام هذه المادة من الدستور والآن راهم رفضينها شو كونهم هذه الناس؟ هذه الناس هم منتع الدولة العميقة لماذا؟ تعرفوا علاش؟ لأنه في هذه المادة نتع الدستور كاين مادة اخرى اللي هي مرتبطة بهذه المادة والمتعلقة تحديدا بالحكومة بالتالي هما كانوا يراهنوا على ايحيا من اجل على جلبشهما يديروا السيد اللي رامحوا ويفوتوه في الادارة فالآن ايحيا سحبوه وبالتالي الحكومة راعت دورك لما راحت الحكومة الحكومة الحالية هي اللي راها رايحة تنظم الانتخابات الرئاسية وبالتالي هذه الحكومة ممثلة في وزير الداخلية وفي وزير العدل والوزير انتع الدفاع بطبيعة الحال هما اللي راهم رايحين ينظموا هذه الانتخابات الرئاسية وهم اللي راهم رايحين يحرشوا النتائج فيما بعد بطبيعة الحال التزوير والأمور هذه هذه راه من المسلمات عند هذا النظام الذي راهه قائم على هذا الأساس قائم على التزوير إنتع الإرادة إنتع الشعب قائم على الفساد قائم على الظلم قائم على الحقرة قائم على تهميش إنتع الطاقات قائم على تضييع إنتع الفرص وهذا النظام وراه يستعمل في سياسة إنتع فرق تسد ليس من الآن بل حتى بدعم خارجي ويستعملوا في هذه المسألة التفريق بين الجزائريين حتى يستمرون في هذا الحكم ويستمرون في النهب الخيرات الشعب الجزائري إذن هذه الجهة كانوا في وقت من الأوقات يناديوا باستخدام المادة 102 من الدستور لماذا؟ لأنهم كانوا على جلبه يديروا الانتخابات بدون بوتفليقة وبالتالي رحم رح يحطوا هذا الشخص اللي راهم يحوسوا عليه في ظل الحكومة انت احمد ويحيا درك الآن هذه الناس انقلبوا على عقب انتهم لماذا؟ لأنه عارفوا رحت الحكومة من يدهم وبالتالي من الصعب على جلبه هما يعني يقدروا يستخدموا بعض الأشياء في ظل هذه الحكومة اللي راه ما زالت الآن متشكلتش الآن راهوا فيه نقاش وفيه اتصالات وفيه يعني حراك من أجل تشكيل هذه الحكومة نحن نشوفه في الناس اللي كانوا ايضا في وقت سابق كانوا هما رفضين هذه المادة مية وثنين من الدستور والآن قبلوا بها لماذا؟ لأنه الآن في ظل الجيش وفي ظل المعطيات اللي الآن راهها صارت على أرض الواقع هما الآن كانوا في وقت سابق كانوا يحوسوا فقط يربحوا مزيد من الوقت على بالهم مثل ما قلت لكم في أوقات سابقة في تسجيلات مختلفة قلت لكم من أنه راهما على بالهم بالليب والتفليقة راهما انتهي تسجيلات راهها منشورة وعندها سنوات ليست من الآن بل حتى من الأهدى الثالثة ونحن نتحدثوا إلى هذه المسألة ندع المرض انتاعه وانتاع الدستور وتلعب بالدستور مش حاجة جديدة الناس اللي راهما تبعونا والناس اللي راهما يعرفونا وكانوا يتبعوا في التحليلات انتاعنا وفي التعليقات انتاعنا راهما يشاهدين على هذا الكلام اللي راهما يقول فيه وراهم مسجل يكفيكم فقط هو أنه تكتبوا نوردين خاببا الإخوة اللي ربما اجدد هكذا في الفيسبوك واجدد في اليوتيوب أو ما يعرفونيش جبتهم هذا الجالة هذه انتاع الحارة كذا فقط ادخلوا لليوتيوب اكتبوا فقط نوردين خاببا وتعرفوا هذه التفاصيل إذن هذا الناس كانوا في وقت غير بعيد كانوا رافضين استخدام هذه المادة الآن اتفرضت عليهم اتفرضت عليهم من خلال الضغوطات المختلفة وحتى الضغوطات دولية الآن هما بالتالي لابد هو انه يحذروا الخليفة خليفة انتاع بوتفليقة بوتفليقة بيز بالتالي هما كانوا في وقت غير بعيد كانوا رافضين استخدام هذه المادة الآن اراهم قابلين بها لأنهم يحذرون البوتفليقة بيز بالتالي الضغوطات الغالبية انتاع الشعب الجزائري اراها في حيرة من أمرها كيفاش تدير هل ترى هما انه يقبلوا بهذه المادة انتاع مية وثنين من الدستور وبالتالي على بالهمش بالمخراجات انتاعها كيفا راح تكون وإلا أنه يرفضوها وراهم يشوفوا باللي هذا الناس انتاع الدولة العميقة هذا الناس الزوف نقولها بالصريح الفصيح المجموعة هذول اللي راهم درك الآن راهم متضررين كانوا في وقت غير بعيد كانوا هما يحاولوا يرفضوا هذه المسألة كانوا مع استخدام هذه المادة والآن صاروا رفضينها لأنه عارفين باللي اللعب ربما قاد يسكر عليهم لو كان يكونوا مثل ما قلت هلكن في تسجيلات سابقة يكون فيه مجموعة من الشخصيات الوطنية المتعين بشخصية الوطنية يلقوا هما إلى حد ما توافق ولو مرحلي مع القيادة انتاع الجيش وبالتالي هما راهم رايحين يمهدوا إلى مرحلة وحدة أخرى إذن فيه ناس من الطماعين اللي راهم دركهما في السلطة ومن المستفيدين من الريع انتاع هذا الفطر انتاع الحكم انتاع بوتفليقة كانوا في وقت سابق كانوا رافضين هذه المادة هذه انتاع ميوثين من دستور الآن صاروا قابلينها تحت الضغوط وبالتالي الآن هما راهم خايفين من الحساب خايفين من الانتقام لا سيما هو انه الآن راهم فيه ناس اللي راهم يدعيوا للانتقام في المقابل الناس اللي خسروا مواقع في السلطة هذه كانوا في وقت سابق كانوا يناديوا من أجل استخدامها حتى باش يعودوا يطلعوا للسلطة ويعودوا هما يمسكوا بزمام الأمور الآن بعد ما تمت التنحية انتاع واسمه ويحياء واستبعاده إلى صف واحد آخر الآن هما يحوسوا عدم استخدامها ويعودوا ينفلتريهما هذا الحراك هذا اللي راهم دخلين فيه وراهم مختارقينه منذ البداية انتاعه الآن هما راهم يحوسوا يلقوا طريقة اللي هي يتمكنهم سواء عن طريق العنف أو عن طريق انقلاب أو عن طرق يعني حتى بتدخل أجنبي بطبيعة الحال لازم هما يلقوا واسموا هذا الحرك شعبي يلقوا كغيطاء من أجل علاجة باش هما يعودوا يحكموا زمام انتاع الأمور وفيما بعد يزيدوهما يمشيوا شعب الجزائري ما راح يلوحد أخرى ولذلك الإخوة والأخوات نحن الآن أمام أمر واقع الآن درك هذا الجماع اللي راهم هما في السلطة تحديدا في المؤسسة العسكرية باش من درش ندور نيقوش نيضروات أنا كنت ضد القايد صالح في وقت سابق التصريحات انتاعي راها موثقة وبالصوتي وبالصورة ولعلكم شفتوا الموقف انتاعي حتى باش تكون الأمور واضحة لكن احنا الآن رأنا نتعامل مع واقع هو هو فرض يروح عليك مكش نتلي راك نتحوي تحوس عليه كي هنا أمور الآن هي فرضة تروح عليك الآن نحن أمام أمر واقع الآن مسألة هذه انتاعي الهدى الخامسة أصبحت من الماضي هذه المسألة انتابت فليقا انتا تنظيم مرحلة وحدة أخرى أصبحت من الماضي بالتالي انتارك نتعامل مع واقع مش توقع في وقت سابق كنا قال مثلا تحدثوا على توقعات الآن نتحدث عن وقائع راه الآن أمامك راك تشوف فيها رأي العين درك هذا الناس إذن هما رأهم جهتين جهات حوس على استخدام المادة 102 من دستور لترتيب مرحلة وحدة أخرى وفق الشروط وناس رفضين كأن الناس اللي رفضين هما أنا شخصيا كنت رافض هذه المسألة انتا 102 من دستور لأنه كنت تعرف أنها تخدم هذه المجموعة اللي كنت نحجيلكم عليها مش انتابت فليقا المجموعة هذه انتا الدولة العميقة لأنه جماع انتابت فليقا ما كانوش مع استخدام هذه المادة 102 من دستور الآن هما تفرضت عليهم هذه المجموعة انتا الدولة العميقة كانوا هما في وقت سابق يطالبوا ب استخدام تعلق المادة 102 من دستور وأنا كنت رافضها ولكن الآن الآن نحن الآن نتعامل مع واقع هما ضك الآن هما رهم رفضينها كانوا في وقت سابق كانوا يناديوا بها الآن رهم رفضينها لأنه كما قلت لكم أنا كنا معطايات جديدة هي فرضة روحها بالتالي ذرك هما الآن هما وش هو الهم انتاعهم الهم انتاعهم السلطة أنا ليس الهم انتاعي السلطة أنا الهم انتاعي المصلحة انت البلاد بالتالي أنا ذوك لما كينا هناك وقائع انت تتعامل معها تحللها وتشوف انت المصلحة انتاع البلاد ليس المصلحة للقايد صالح ولا المصلحة للشخصية أنا لا رأني أن أترشح لكم للرئاسة ولا رأني طامع في منصب أنا رأي وجوزت على سفر وهم قالوا لي ما كانش حتى ربما يجيوا أحرار هكذا في الجزائر ويعني الآن ذوق تتوضح الأمور أكثر إذا كانوا فيه ذوق مثلا لجماع أنت عبود في لقاء اللي رأهم ذوق قالوا يعني بيلي أنا منديش الجوازت على سفر وربما الآن ذوق تجي جيها واحدة أخرى بالتليفون يعايته الكونسيلا قالوا يدي عايته وعطيه الباسبورت فكونا من هذا الموضوع هذا بالتالي ذوق الأمور تتوضح يوم بعد يوم إذا كان لجماع أنت عدي يا راس هذا وربما بلكش ما يجي وجمعها واحدة أخرين من الشرافة والأحرار لماذا لا أيضا نفس الشيء بالهاتش يعايته قالوا يدي يعطيه الباسبورت خلينا ذاك رأي إنسان وطني وراه إنسان مخلص للبلاد وراه إنسان كان يدافع للبلاد بعد ما كانوا يتاهموا فيك الأشرار والاستعصاليين خطر علاش كنا نكسروا لهم في هذه المخططات اللي تهدف إلى استمرار هذا الوضع واستمرار الفساد واستمرار نزيف الطاقات منتع الكوادر في الجزائر إذا نظرك هذه الجماعة نتعاملوا مع واقائع أراها على أرض أنا شخصيا كيفاش نشوف القاضية هذه المادة 102 من الدستوع قلت لكم أنا لازمكم تنظروا للواقائع هذه اللي إذا كان هذا الجماعة في القيادة نتعى الجيش أراها الآن عندهم فرصة تاريخية يا جماعة القيادة صالح أعرف باللي ركم تسمعوا فيها سواء عن المباشر والله بعد ما تحملوا التسجيل وتحطوه عند الناس اللي يرام يحلوا في الكلام أمامكم فرصة تاريخية أنا الهم من داعي يا مصلحة البلاد والله غير مصلحة البلاد وليس بعدها شيء أمامكم فرصة تاريخية في وقت من الأوقات إذا كانوا ربما كنتم خايفين من رد الفعل الدولي الآن بعد إعلان هذا العجز فتفليقة أصبحت من حكم الماضي وبالتالي قادرنتم تتعاملوا مع الشرافاء من الناس اللي هما كانوا يعارضوا في النظام ومع شخصيات اللي هي إلى حد ما لا أقول أنا راهمية بالمياة إلى حد ما عندهم قبول شعبي وتتعاملوا مع هذا الواقع اللي راهوا الآن على أرض الميدان يعني هذا الحراك اللي راهوا موجود وقلت ونزيدنا عودة نكرر من أنه راهوا مخترق باش يكون الكلام نتاعي واضح وما فيه حتى تنقل الحراك مخترق من طرف هذا الدولة العميقة من طرف هذا الزوف ومن طرف الانتهازيين اللي كانوا إلى وقت قريب كانوا مع بوتفليقا ومع بوتفليقا ورجل السلم ورجل كذا الأنصاري اللي يعنوا فيه مختارقين مختارقين هذا الحراك تتعاملوا مع الشرافاء تتعاملوا مع الناس اللي عندهم مواقف ثابتة وعندهم مبادئ تتعاملوا معهم من أجل التمضك خلاص دوك بوتفليقارة وأصبح من حكم الماضي قال مثلا كنتوا تخايفين من ردد الفعل الآن تتعاملوا مع الواقع كما هو من أجل على جالباش تلقوا مخرج مع هذا الحراك يبقى هذا الحراك مستمر أطالب بالشرافاء على مستوى ثمين وربعين ولاية حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري مليون مرة هو أنه يقولوكم جماعة ديروا اعتصامات حذاري من الاعتصامات لأنه هذ الناس راهم يحوسوا يهيئوا الأرضية لتدخل الجيش بالقوة ما لازمش تطيحوا في البياج تاهم واصلوا الضغط الشعبي بطرق ذكية وبطرق مختلفة وما تكهلوش العاتق والله اسموه هذا الناس اللي راهم درك هما في السلطة يعني ما تكثروش عليهم لخطر علاه ذوك هذا الناس راهم فيه سواء انتع درك ولا انتع الشرطة ولا انتع الأمن يعني الأسلك الأمنية المختلفة ولا انتع الجيش راهم فيه ما لازمش انتوما يعني تزيدوا عليهم حاولوا أن يكون الحراك يعني بشكل مستمر ودائم يكون الحراك بشكل مستمر ودائم ومن بعد هذا الناس تحت هذا الغطاء الشعبي انتم راكم تعطيهم الفرصة باش يتحركوا هذا الشرفاء اللي راهم داخل الجيش لا اتحدث عن القيد صالح لا اتحدث عن القيد صالح لا اتحدث عن القيادات اللي راهم داخل الجيش من الشرفاء ما نتحدث عن الفاسدين ما نيش نتحدث عن المنافقين ما نش نتحدث عن المجريمين اللي راهم همم مساهمين في هذا الوضع اتحدث عن الشرفاء اتحدث عن المخلصين اتحدث عن ابناء العائلات أتحدث اللي يتمتعوا بالشخصية الوطنية أتحدث من الناس اللي هما يخموا عن مصلحة عن البلاد لا أتحدث عن الفاسدين لا أتحدث عن القتل لا أتحدث من الناس اللي هما رأيهم ساهموا في هذا الوضع كأن الشباب من الجزائريين والجزائريات اللي هما رأيهم درسوا في المدرسة الجزائرية واليدين متاعهم مش ملوثة حتى إذا كان منهم اللي ربما رأيهم في وقت من الأوقات قال مثلا هو الآن رهجتكم الفرصة خاصة الناس اللي كانوا في الأشبال تاعة الثورة الآن ربما ره منكم يعني ربما بلك أصغر رتبة فرصة تاكم الناس اللي كانوا في أشبال الثورة الآن هذه الفرصة تاكم من أجل باش تستعاد الجزائر تستعاد السيادة تاعة الجزائر على كل الأصعدة هذه الفرصة تاكم على جل باش تتوحدوا على جل باش تديروا قيادة وراني قلتها راني وجهت رسالة منذ سنوات راهة مسجلة وراءة موجودة على الموقع متاع اليوتيوب وجهت رسالة للشرفاء داخل المؤسسة العسكرية سواء في المخابرات أو في الجيش أو في الأسلاك الأخرى تبضرك في الأسلاك الأخرى هذه الفرصة تاكم على جل باش تتوحدو على جل باش tam Brady تنسقوا مع هذ الناس الشرفاء على جلبة شتلقوا طريقة أنا أقترح على جلبة شيكون مجلس مجلس من شخصيات خمسة ستة مجلس فيما بعد تمشي الناس خطوة خطوة المهم الآن مطالبين على جلبة شيكون هناك مجلس يدخل الجيش الآن أراه وضع وضع غير عادي أنا أرى أني قلتها في الوضع العادي الجيش وراه وحامي نتعى الدستور وحامي نتعى المؤسسات لكننا الآن لا بد أن نتدخل الجيش والكلام ما ليش نقول فيه الآن في 2019 عاودوا وراجعوا تسجيل راه موجود ونتحدثت عن قناة تحوار سنة 2014 عاودوا اسمعوا الكلام تاعي نتعى الأزمة الجزائرية والحل راه موجود في الموقع نتعى اليوتيوب اكتبوا فقط نوردين خبابة قناة الحوار واسمعوا الحوار تاعي قلت لكم لأنه هذه الناس اللي هما ما يعرفوش حتى استراتيجية لحماية انتعى البلاد واش تنتظر منهم هذا مش هذا الجماعة دول يراهم وما يطلبوا بالتغيير وهذا المعارضة المصطنعة راني قلتها لكم وهذا الناس المكلفين بمهما اللي هما كل مرة يحاولوا يخترقوا الحركة ويحاولوا يجهضوا عمليا تاعى التغيير فرصة امامكم ايها القيادة انتعى الجيش ايها الشرفاء ايها المخلصون التاريخ تاريخ امامكم انتم الان اذا كانوا قدرتوا تستغلوا هذه الفرصة التاريخية راكم راحين تخرجوا الجزائر من احتلال احتلال راح مازال موجود احتلال في العقول احتلال البطون فرصة تاريخية امامكم على جال باش انتم تنسطوا مع الشرفاء تلقوا مخرج كين شخصيات اقترح شخصيات اللي الان في هذا الوضع غير الادي في الوضع الادي فيما بعد قال مثلا تكون هناك انتخابات الاخوة اللي راكم تعالقوا مانيش نقرف تعليقات متاعكم درك بعد من اللي هي المداخلات ربما ان شاء الله ندير ربما نفتح لكم الخط على جل باش نديروا مداخلات او ربما نجاوب على بعض اسئلة متاعكم اذا هذا القيادة انتعالجيش امامكم فرصة تاريخية نقترح بعض الشخصيات كين مولود حمروش كين احمد طالب الابراهيمي كين علي بن محمد هذاك كين وسمه رشيد بن يلس شخصيات شخصيات يعني اللي معروفين هما بالاستقامة انتاحهم معروفين بالمعرفة انتاحهم بهذا النظام لخطرة ما تقدرش انت تجيب انسان ربما جي شاب اكذا في عمره ثلاثين سنة او العرب انسان اتشوف انت انسان نزيح ولكن ما عنده حتى تجربة سياسية ولا سير ولا اكذا الناس اللي هما سيروا ولو انه هذ ناس رهم من النظام لكن مع ذلك يعرفوا يعرفوا كيف تدار الامور يعرفوا العلاقات الدولية يعرفوا كذا بالتالي تقدروا حتى يجيب معهم مرأة والله زوج قال مثلا زهور من نيسي ولو انه راه وتقدم بهذا السن ناس يعني المعروفين يعني شخصيات يعني هكذا على المستوى الوطني مرأة والله زوج هكذا شخصيات يجيبوهم من بعد يتشكل هذا كل المجلس من بعد هما يتحطوا في القضية هذه انتهاء الدستور قال مثلا يكون هناك تعديل انتهاء الدستور يعني ولو في اطار هذا البرلمان الحالي هذا وهذا المجلس الامة الحالي هذا فيما بعد يروح يروح وهذا من بعد تبدأ تجي مرحلة واحد اخرى تتفق الناس على الفطرة قال لي مدة انتاء عام مثلا او عامين تتفق الناس على الفطرة من خلال الحوار من خلال النقاش من خلال اخذ والرد وليكن معاهم واحد قائد من القيادة انتهاء الجيش وراها المشكلة ما عندناش مشكلة يكون معاهم ومن بعد تتنقش مع بعضها الناس مع بعضها البعض من اجل يعني دستور جديد وتحضر ناس للانتخابات الرئاسية في وضع عادي الان لسنا في وضع عادي لانه اذا كان مشات هذه الفكرة مية واثنين من الدستور هذا الناس اللي اراهم ذركهما كانوا مع ابوتفليقة ما زالهم هما اراهم مجلس الدستوري اراهوا هو اللي داروا ابوتفليقة انتهاء البرلمان اراهوا معاه انتهاء مجلس الامة اراهوا معاه القيد صالح هذاك اراهوا معاه بالتالي هما رأهم راحين يستبدلوا شخص بشخص اخر راحين هما يغلقوا الطريق قال مثلا قدام الجماعة هذو انتهاء ويحياه ما على بني شهنا وكذا يو راحوا حتى هو معهم راحوا وكان معهم هو قادر انهما يغلقوا الطريق امام ناس هكذا وراهين هما يفرضوا وقع للناس وإلا هذو الناس اللي راحوا مدركوا مخارج السلطة هما اللي راحوا منظمين ارواحهم على مستوى الولايات راحين هما يعرفوا التصوير في الادارة ويعرفوا الامور كيف شرها تمشي وعندهم ناس راحوا داخل الجيش داخل المخابرات داخل الدرك داخل الشرطة وقادرين هما يفرضوا واقع للناس وبالتالي اضيع فرصة من الفرص التاريخية على الشعب الجزائر لذلك ايها الاخوة ايها الاخوات في الجزائر وفي الخارج فرصة تاريخية امامكم تبقى الناس مستمرة في الضغط ومن بعد تروح الناس يعني يكون ومن الان تحطيكم على القضية في وقت من الاوقات كانوا بعض من الناس يقولون لكم التأطير هذا وهذا الناس يحوصوا التأطير وما ش رامو يا جماع انت اضطر طير ذرك اتحركوا ذرك لما كنت نقول لكم انا لابد هو انه الناس تسارع وكان جاء الناس لكم اضطر ذرك تروح تحكي انت مع المؤسس انت عن الجيش تحكي مع الجهات اي شكون اقعد ذرك الذرب في الزرنا جماع اللي رحم ذك يساكنين في القنوات الفضائية محاصرين احنا كلام تاعنا غير في الفيسبوك وفي اليوتيوب محاصرين نهائيا لكن النهار لقيت فقط تعليق عن طريق الصدفة لقيت واحد هز مقطع انت فيديو هز تعليق انت في القناة انت الجزيرة بصدفة محاصرين لا من هز ادعياء المعارضة ولا مجمع انتع السلطة كلام تاعنا ما يفوتش خلاص الا عن طريق هذا الفيسبوك ويوتيوب يكثر خير هذ الناس اللي راهم سمحونا يعني مجال يعني يعطونا مجال عجال باش نتحثوا في هذا المواقع الا الصوت انتعنا ما يفوتش هذا الادعياء انتع المعارضة هذا اخبث من هذا النظام قال سمن بالله غير اخبث 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 من النظام هذا الناس النظام قال راك انت راك توسي فيه انت واش درتلك جماعة يروحوا يشيتوا يهضروا للشيتاء يشيتوا في القناة الفضائية قلوا بالاك هذاك بالاك حل عينك بالاك حل عينك منه خطر الاه باش يبقاوهما يوجهوا في الناس يبقاوهما 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 تقولوا للناس يوما تقطروش مكنش الحركة مكنش مكنش شكون شكون مستفيد من هو المستفيد هاو ذرك الان ناس راك مضوك مع القايد صالح من هاذ الناس اللي كانوا في الحرك هذا هاي راك مضوك مع القايد صالح ورح وخدوا من الحام مضوك يخرجوك في المسيرات يخرجوك غدور واحد من حام تقولهم مجيوش هام ذرك وما يعيط بالقايد صالح لانه القايد صالح راه هو في النظر تاهم راه وقف معهم مع انه في وقت سبق كان يقول المغرر بهم الى وقت غير بعيد كان يقول المغرر بهم وش درت الان من هو المستفيد كنا نقولوكم اللابدة هو ان يؤثر هذا الحراك اللي راها كان فيها قنوة فضائية راها تسعى من اجل تغليل الناس بالاتيان بأناس على جل باش هما يخترقوا هذا الحراك وهما انه يزدوا يجهضوا العمليان تاعت تغيير اذن الان اخو الاخوات باش منطولش عليكم راها فرصة تاريخية امامكم اذا كان قدرته هو انه تستغلوا هذه الفرصة تاريخية وتحولوها الى النصر راها الفرصة امامكم سواء الناس اللي راهم داخل القياد انتعى الجيش ما نحكيش عن القايد صالح نزل نعود نذكر القايد صالح ما ننتظر منه انا قياد انتعى الجيش يعني اللي راهم دركه هما يعني قراب في الصف الثاني ولا في الصف الثالث اراكم قراب فرصة تاريخية امامكم على جل باش تلقوا تروح هاد اللي جمعها هذي فرصة تاريخية والشعب اراه ورايح يهزكم عن الكتاف لتعو قاس امام بالله ان يقبل الارجل انتعكم فرصة تاريخية امامكم كان منكم اللي ربما اراه وتخلي الجيش كان يحلم على جل باش يكون هو مجهد اثناء الثورة فرصة تاريخية امامكم حاجة لباش تخلصوا هاد الشعب باش تمحيوا هاد العار تا هاد الجنيرالات للمجرمين اللي هما فقروا شعب هذي الناس اللي هما خلفوا خلفوا الجزائر فرصة تاريخية امامكم على جل باش تنهضوا بالجزائر فرصة تاريخية امامكم على جل باش تصحوا هاد التاريخ فرصة تاريخية امامكم على جل باش تحقوا نهضة فرصة تاريخية امامكم سيبقى التاريخ يذكركم جيلا بعد جيل اذا كان وقفتوا إلى جانب الشعب انتعكم وإذا كان منعتوا هذه البلاد من هذه العصابة اللي هي راها تتربص بالشعب الجزائري والآن راها ما ترقج الليل والنهار راهم يخدموا من أجل أجل باش يزيدوا وضيعوا فرصة على الشعب الجزائري لذلك الإخوة والأخوات هذه الفرصة أمامكم في الداخل وفي الخارج على جل باش ننهضوا بالبلاد ولازمكم تسارعوا من أجل على جل باش تكون هناك لقاءات منذ سنوات وأنا أناديكم على جل باش يكون هناك لقاء في الخارج ماذا لو عقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج ما زالت الفرصة الآن أمامكم فرصة يا أيها الناس اللي يرك المقراب لقيت صالح فلتعقد يعقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج وعلى جل باش الناس تشك الحكومة وطنية فلتكون هذه القيادة اللي كنت نقول لكم أنا قيادة تعمل مؤمن الناس ويديروا مؤتمر تتناقش الناس على خطوط عريضا مشروعا تعمل مجتمع تمشي الناس بضمانات الانتخابات الرئاسية ونمنعوا هذ الناس اللي هم رأى محبين هما يزيدوا يضيعوا فرصة على الشعب الجزائري وزيدوا يعطلوا الجزائري باختصار لأنه فيما بعد رأى رأى يصر انفيلات أمني والله العظيم لو كان ما تسارعوش رأى تحملوا المسؤوليين تاعكم أمام التاريخ قطر كاي الناس اللي رأى مغاظبين وكاي الناس اللي رأى فرصة تاهم مثل ما قلت لكم رأى يسعاوا من أجل فصل منطقا تاع القبائل رأى يقولت ويتعاونوا مع ناس في الجنوب رأى يتحدثها منذ سنوات مشي من الآن وما زال هذ الناس رأى يشتغلوا والآن الفرصة تاهم لذلك لازم تفوتوا عليهم هذه الفرصة هذه هي الكلمة تاهم باختصار إن أصبتوا من الله وإن أخطأتوا من نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا مداخلات والله ذلك نزيد نعود أن نفتح لكم البث المباشر ومرحبا بكم نلتقي بعد قليل تحياتي